لا تحاسدوا توجيه نبوي لعلاج آفة من أخطر الآفات الاجتماعية والأخلاقية فالحاسد وإن كان أصله في القلب من بغض لنعمة الله على المحسود وتمن لزوالها عنه فإنه غالبا ما تكون له امتدادات في الخارج تدفع الحاسد إلى البغي والظلم والاعتداء والإيذاء والإيقاع بالمحسود قال ابن القيم رحمه الله فالحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعي في أذاه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله ولهذا قيل الحاسد عدو للنعم والمكارم وكمانها ديننا عن الحسد فقد وجه إلى علاجه فأمر الله تعالى بالاستعاذة به من شر الحاسدين فقال في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد وجعل الإيمان بالقضاء والرضى بما قدره من تفاوت الأرزاق والملكات ركنا من أركان الإيمان فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا كما حض المؤمنين على البذل والعطاء والإيثار والتراحم وهي المعاني التي تستأصل هذا الداء من القلوب فعلة الحسد ترجع إلى إفراط في الأنانية وحب للذات مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق بين عباده وعلى المسلم إذا أحس في نفسه بحسد انتجاه أخيه ألا يرضى بغيبته أو ظلمه بل عليه أن يدافع عن عرضه ما استطاع وأن يكثر من الدعاء له بالخير والبركة وإذا كان الحسد خلقا مذموما فإن الغبطة صفة محمودة وهي تمني مثل ما للمغبوط من النعمة من غير أن يتمنى زوالها عنه فإن كانت في أمور الدنيا فهي مباحة وإن كانت في أمور الآخرة فهو مما حثن الشرع على المنافسة فيه والمسابقة إليه قال تعالى وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار